لتحضير بودنج عربية مع محلي ستيفيانا كبديل عن السكر الأبيض راح نحتاج لثلاثة كوب حليب سائل ربع معلق صغيرة مستكة مطحونة خمس معالي اكبار من نشا الكسيح أربع معالي اكبار من محلي ستيفيانا أكتر أو أقل انت حرة بالإضافة إلى نص كوب فستق حلبي مطحون للتقديم راح نجيب شوية فستق حلبي فراولة وغز البنات اختياري يلا وربعض حليب سائل ما فيه كل كوب مي إلو معلقتين كبار حليب بودر مجفف محلي ستيفيانا كبديل عن السكر الأبيض بالكمية اللي بدك إياها كل كاسة حليب بدها معلقة إذن ثلاثة لأربع معلقة لأنه نوع من أنواعي الحلو هاي شوفي كيف كيف شكله يباع بالصيدليات ومصرح فيه هاي ثلاثة أربعة مصرح فيه من الغذاء والدواء ما فيه إشي ممكن يأزي صحة المواطن يتوفر بالأسواق مستحيل يعني هذا إشي مستحيل فدائما نكونوا إيش مرتاحين البال رح ناخد من الكسيح أحلى إشي فيه إنه الكيس محكم الإغلاق من فوق فبالتالي لو ما فضتي بمرتبان ما بيأثر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة البارد إحنا لسا بنشتغل هنا بعدين رح نجي بشوية مستكا مطحونة باودر كل ما كترتي كل ما صارت مر ومش ذاكية إذن الصح ربع معلقة صغيرة عراس المعلقة رح نروح نطبخهم مع بعض وبعدين أش نساوي لما يصير شوي فاتر رح نحط له الفستق الحلبي على البارد شايف كيف يتعلق المعلقة لما يدوب معاي النشا طيب لما تبلش تسخن معاي رح نحط فستق حلبي مطحون فيها نطبخوا معاها أنا رحط هلأ بس عشان بهمني ما تنسوا ديروا بالكم تنسوها نس كوب نحركهم تحب تحطيها من أول بصير تطبخيها بس أنا بحطه في نص الطريق كرمال ما يتشتش معاي بدي يا يظل يقرش الفستق شايفي كيف صار شكل عربية هلأ كيف بدي أقدمها مع الفستق الحلبي خطر ببالي أجيب صنية وأعمل فيها طوق أو قاعدة من الفستق الحلبي هيك ورح أسكب عليها المزيج وهو ساخن فهاي شو بتصير؟ بتصير الكفر لما بقلبه خلينا نشوف أنا مياكم رح أجيب طبق التقديم ونقلب عليها صحن الحلو طبعا بالتلاجة أقل شيء 6 ساعات فأنا عملتهم بارح قبل ما أغادر للستيديو وضل بطوله بالتلاجة شوفي رحط نص كوب الزيادة شوي صراحة لأنه أزكى يكون واضح ما بدك يعمل كعب أو هيك وجه ناشف غطي بنايلون بعد الساعة الأولى بالتلاجة تمام؟ طيب بعدين شو بدي أسوي؟ بدي أفكه بس بهالطريقة أشي بسيط أمشي سكين بالعكس طبعا تمام؟ أوكي وبعدين هنمسك الصنية بسم الله بيقلب ولا ما قلب بيقلب ولا ما بقلب إيش يا معاد؟ إيش ابن عمي؟ أصلاً أصلاً انتهت الحلقة ويلا لو سمحتي ودعي عشان إحنا بنا نروح وهيك والسلام ختم هون وين راح؟ الفستق الحلبي كان قليلي شوي بهاي المنطقة فلما سكبنا هرب الفستق لأنه ساخن المزيج فدائماً أنت يصب به في أماكن متعددة وهيك منكم وصلنا لنهاية الطريق وصدقنا الوعد بناء على طلبكم وسوينا قدرت فول أخضر بالقدر الإنحاس وبالقدر الفخار وكمان سوينا لكم بودنج عربية بالفستق الحلبي مع محلي ستيفيانا ديروا بالكم على حالكم تظلوا بخير دائماً بشوفكم غدا إن شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة